موسيقى أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه يعني فيه ناس وايد يعتقدون أن الإدمان لا يمكن علاجه يعني أي أحد مدمن خلاص راحت عليه ولا يمكن علاجه وهو نتبرى منه ونقطه بالشارع ونخليه يولي وبس ما منه فائدة وحتى لو توقف عن التعاطي راح يرجع هذا الاعتقاد يا جماعة خاطئ أو هذه الفكرة خاطئة بكلمكم من باب تجربة عملية عشناها وايد في المصحات في علاج الإدمان في أكثر من مصحة مو بس مصحة واحدة سواء في الكويت أو في خارج الكويت إذا الأهل يبون يوقفون مع ابنهم المدمن المريض بالإدمان يوقفون معاه إذا اكتشفوه أول مرة باللين وبالطيب وبالحب وبالعاطفة هذه أول مرة ويدخلونا المستشفى ثاني مرة لازم يدخل المستشفى يا جماعة من أول مرة لازم يدخل المستشفى إذا كان تعاطى يومياً جرعتها بازدياد عندها مشاكل قانونية بسبب التعاطي عندها مشاكل اجتماعية بسبب التعاطي أي أن كان نوع المشاكل اللي عندها المهم أنه قاعد يتعاطى بشكل يومي والجرعة قاعدة تزيد هذا لازم يدخل المستشفى لأن توقف عن التعاطي سيسبب العلاظ انسحابية واشتياق عالي جداً يخليه ما يقدر يتحمل أنه قاعد من غير تعاطي فالأفضل يكون في مكان مغلق في أول مرة لازم ندخل المستشفى بحب وبحنان وبعاطفة وتعاطف معه ومع حالته إذا فاد فاد خير وبركة كمل إذا ما فاد طلع وانتكس ورجع ثاني مرة ندخل ثاني مرة مع أقل عاطفة كذلك نخليه نكمل العلاج ونحده أكثر على العلاج أجماع العلاج مثلث جانب على المصحة جانب على المريض جانب على أسرة المريض ما يصير ناخذ المريض ونقطه في المصحة ونقول يلا أنتم عالجوا دبروا نفسكم ما يصير شذي هالطريقة لازم الأسرة تكون مشتركة في العملية العلاجية لأن المدمن لما يدخل المصحة شون يسوي وهذا طبيعة مرضة ترى يديك تليفون على أهله طلعوني من المستشفى ليش ولا قاعد يطقوني ولا قاعدين يربطوني ولا قاعدين يهملوني يعني طلع لهم اللي حوالي كلهم ميانين مو نفس حالتي اللي حوالي اللي عمره خمسين اللي عمره ستين أنا شباب صغير ما وصلت مرحلتهم اللي حوالي داشين سجن أنا ما دخلت سيش فيطلع أعذار يخوف أهله بحيث أن يخليهم مجبرين يطلعونه من ناحية عاطفية وهذا خطأ تجاوب الأسرة مع الأبن المريض داخل المصحة خاصة في أول الأيام هذا خطأ تماما تماما ولكن المشكلة عند كثير من الأهالي أنه ما يصدقون عيالهم طول فترة التعاطي يعني يكون الأهل يقول ولدي شذاب الذاني كله يشذب بس من يقولنهم شيء عن المصحة يصدقونه هذا يعني هذه الشغلة الغريبة اللي نستغرب منها أنت الحين تشذب كل شيء بشؤون حياته لما عيت على المستشفى صدقته فيرجى الانتباح ما نتفاعل مع أبنائنا لما يدشون المستشفى ويتصلون فينا يقولون طلعوننا لأنه في الغالب مو في الغالب المؤكد أن طلبة للخروج في أول الأيام هو طلب الدافع ماله الاشتياق للتعاطي حتى لو كان مو متعمد ومو مدرك غير مدرك أنه يبيرجع للتعاطي علشان شذيه لازم ما نسمع له هذا الجانب الأساسي اللي الأسرة لازم تشترك فيه خلال العملية العلاجية فأنت لما يتصل فيك وتقول له ما لك مكان عندي مكانك في المستشفى هو راح يضطر أن يخضع لي أنا في العملية العلاجية والاستسلام في العملية العلاجية شيء أساسي ومهم ركن أساسي في العملية العلاجية لازم يسمع كلامي لأن أنا يعني ما قدر أسوي شيء إذا هو ما استسلم لي وسمع كلامي وسمع التوجيهات العلاجية بالنهاية أنا شون أريد منها ما أبيه مصلحته بالنهاية أبيه يتعافى فأنت ترفضه راح يضطر أن يكون لصيق فيني أنا كمصحة مو فيني أنا كشخص يعني كمصحة وما عنده مكان يسكنه ما عنده مكان يقعد فيه فيضطر يقول خلاص يبقى قعدوني عندكم في المستشفى وودوني منزل منتصف الطريق أو الهوفوية هاوس بعد ما شا سوي فيه ناس يقولون نزين في الحالة هذه ممكن هو يطلع ويزيد ممكن هو يتهور يرجى الانتباه بعد الفاصل بقول لكم الإجابة على هذا السؤال هلكم معا هذا السؤال الأزلي لو إحنا ما استقبلناه في البيت وين راح يروح أنا أقول لكم وين راح يروح يا أم يطلع من المستشفى ويروح يسكن بأجار يومي يا أم يطلع من المستشفى ويروح يسكن عند أصدقاء بشقة أو بشالة أو بمخيم يا أم يطلع من المستشفى ويصير بياع مخدرات يا أم يطلع من المستشفى وينام على الرصيف يا أم يطلع من المستشفى ويدش السجن يا أم يقعد في المستشفى هذه السيناريوهات السيناريوهات اللي أنا قاعد أقول لكم إياها إي نعم واردة في الإدمان ورود هذه السيناريوهات هو طبيعة مرض الإدمان زين أحمد ما في حال ثاني ما في حال ثاني يا جماعة يا جماعة لما تروح يعني بعيد الشر لما واحد يدخل المستشفى في مرض الكانسر سرطان المرحلة الرابعة زين وهو قاعد يموت وقاعدين يشوفون جدامهم يتألم زين ما في علاج ما في علاج عدم وجود العلاج لا يعني أن المستشفى غلطان لا عدم ما وصل العلم لعد العين إلى علاج بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي قاعدين نقول لكم إياها نعم في محاولات جلسات فردية جلسات جماعية نعم في محاولات ولكن يعني تفيد أو ما تفيد هذه النسبية تختلف من واحد لواحد فيرجى الانتباه نعم السيناريوهات اللي قلناها والمخاوف اللي عندكم موجودة ولكن ما عندك حال ثاني والأرجح أنه راح يكمل داخل المستشفى هل تعلمون أعزائي المشاهدين أن هناك حاليا ديكاترة متوقفين عن التعاطي بتعافي بمعنى ناس وقعوا في الإدمان عشان بس الناس اليأسة اللي تقول لنا الإدمان ما يتشافى منه المريض الإدمان ما يطيل أو ما يتعالج بمعنى إنسان كان يتعاطى المخدرات توقف عن تعاطي المخدرات ودخل برنامج التعافي متوقف من الشف أو متوقف شدي ببيتهم لا لا دخل برنامج التعافي واستمر في برنامج التعافي ومارس المهارات التي تعلمها خلال برنامج التعافي وقرر أن يكمل دراسته وكمل دراسته وصار دكتور ليس واحد ولا اثنين أكثر في عدة تخصصات في عدة تخصصات يا جماعة هل تعلمون أن هناك طيارين بنفس الطريقة توقفوا عن التعاطي وكملوا دراستهم وأصبحوا طيارين وعفو الله عما سلفي يعني خلاص اللي صار لعشرين سنة متوقف عن التعاطي اللي صار لخمسة وعشرين سنة اللي صار لثلاثين سنة هل تعلمون أن أقدم متعافي في منطقة الخليج العربي أقدم متعافي في منطقة الخليج العربي هو متوقف عن التعاطي من سنة 1985 يعني كم؟ يعني ثلاثين يعني ثمانية وثلاثين سنة متوقف عن التعاطي ثمانية وثلاثين سنة هذا أقدم متعافي في منطقة الخليج العربي معلتها في تعافي وفي علاج الإدمان إلا ما فيه فيه فأرجو يا جماعة أرجوكم ماكو شيء اسمه المدمن لن يتعالج المدمن سوف يعود إلى التعاطي هناك الكثير متعافين من الإدمان ومتوقفين عن التعاطي عاشوا حياتهم بالتعافي واستمروا وتوفوا لسبب أو لآخر يعني أمراض وفاة حادث وفاة كبر بالعمر يعني توفوا مو بسبب التعاطي يرجى الانتباه يا جماعة ما نكون قاسين على فئة المدمنين يعني أنا أدري يعني فيه ناس يقولون لنحين اشتاعوا يا أحمد انت وايد قاعد بتتعاطف معاهم يعني مو أتعاطف بمعنى التعاطف اللي ببالكم لا أنا أفهم ترى وأدري شنو هم يسوون وأدري شنو المشاكل اللي هم يسوونها بس تمكيننا لهم لممارسة مثل هذا النوع من المشاكل وهو اللي خلينا نستاء منهم يعني احنا لما نساعدهم بطريقة غير مباشرة انهم يستمرون في التعاطي احنا قاعد نخليهم يستمرون في ممارسة السلوكيات المرضية الخاطئة اللي قاعد تنعكس على نظرتنا لهم نظرة يائسة ونظرة شمئزاز ونظرة غضب ونظرة استياء ليش؟ لأن احنا كأسرة قاعد نعطيهم فرصة للاستمرار في التعاطي بطريقة غير مباشرة شون نعطيهم الفرصة؟ نعطي فلوس نشتري له سيارة إن وظفة إن زوجة لعله عسى يعقل كل هذه الأمور اسمها تمكين للتعاطي أو اوفر لمكان طبعا وهو يحط لي شروط علشان يتوقف عن التعاطي كل هذه الأشياء اسمها تمكين لأن انت قاعد تبذل جهدك علشان تعالجه وظنن منك النهوة خلاص هذه السيارة أو هذه الوظيفة أو هذه الزوجة هي اللي من بعدها ابني ما راح يستمر في التعاطي وبعد فترة تلاقي يرجع للتعاطي فيزيد عندك الإحباط ويزيد عندك الغضب ويزيد عندك الاستياء وهذه الزيادة في الغضب والإحباط والاستياء تغرس في مخك أن المدمن غير قابل للعلاج لا يا سيدي الطريقة اللي أنت تستخدمها معاه طريقة غير مناسبة للعلاج فيرجى الانتباه يا جماعة الإدمان لا علاج نعم الإدمان لا علاج إذا اتبعنا الطريقة الصحيحة في العلاج إذا لغينا شوية أو قللنا الجانب العاطفي في التعامل مع أبنائنا فأرجوكم يا جماعة بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ أن الذي يموت بالجرعة الزائدة هو منتحر لا هل اللي يقود السيارة بسرعة جنونية ويموت بسبب حادث مروري هو منتحر؟ هو يعني انبيت النية واحد قاعد يتساوك 200-300 ماشي سوى حادث توفى هو يعني انبيت النية أنه ينتحر؟ لا هو حادث نفس المبدأ ينطبق على التعاطي المدمن عندما يتعاطى المخدرات ويموت هو منبيت النية هو ما عنده خطة مسبقة أنه أنا بنتحر فخلي تعاطى جرعة زايدة لا وهو قصد أنه يرفع المزاج يأخذ جرعة أكثر عشان يرفع المزاج اللي عنده بسبب التحمل الجسدي اللي صار له خلال رفع الجرعة نعم يؤدي إلى الوفاة ولكن هذه الوفاة تعتبر وفاة حادث وليست انتحار فيرجى انتباه على تعديل الاعتقادات والقناعات والأفكار اللي عندنا اتجاه الإدمان واتجاه مرضى الإدمان ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة